رعاية مصالح المشتركين بهذه الكلمات بدأ حديث رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة من الشمال إلى الجنوب مشروع الربط الكهربائي واحد من المشاريع الاستراتيجية في حين أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة أن نسبة القراءات الفعلية لشركات الكهرباء تصل ل 97% وقد بلغت قراءات شركات المياه 75% مشيرة الهيئة في مؤتمر صحفي أن عدد العدادات الذكية في قطاع الكهرباء حتى الآن بلغت أكثر من 642 ألف عداد ذكي وعدادات المياه الذكية 332 ألف عداد أعطى الفرصة للمشترك في الحصول على تعويض في حال الشركة ما قدمت الخدمة بالمستوى المطلوب نحن دشلنا معايير ضمان مستوى الخدمة في العام 2022 وكانت المرحلة الأولى من معايير ضمان مستوى الخدمة وكانت تطلب أن المشترك يطالب بحقوقه في حالة عدم قيام الشركة بتقديم مستوى الخدمة المتفق عليه والتي تم مراقبته وتحديده من قبل هي التنظيم الخدمات العام المؤتمر الصحفي وأشار إلى مبادرة الإعلان عن محطات طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء تتمثل بمحطات ظفار وسدح والدقم ومحوت وجعلان بني بوعلي والحديث عن مبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عمان ومبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي البدء في مرحلة التناقص لخمس محطات لطاقة الرياح ساعات كبيرة لأول مرة في السلطنة بالنسبة لطاقة الرياح وهذه بتساعد مثل ما ذكرت في تحقيق مستهدفات الرؤية 2040 لمستهدف العام 2030 في العام 2027 بإذن الله فهذه ثلاث سنوات قبل الموعد المحدد بإذن الله ونعمل بإذن الله على تحقيق المزيد من تنويع مصادر توليد الطاقة لتحقيق مستهدفات الحياة الصفر بإذن الله هيئة تنظيم الخدمات العامة استعرضت ما منجزا في عام 2023 توجى بإصدار قانون تنظيم المياه والصرف الصحي واستعراض لايحة تنظيم المياه الصالحة للشرب ولايحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية أحد توجهات سلطنة عمان نحو الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني هل جهود الوطنية لملف الكهرباء والمياه مستمرة للوصول إلى رضاء المواطن في الوقت الذي تسعى فيه هيئة تنظيم الخدمات العامة لتطوير الخدمات بما يتوازى مع النمو السكاني والتوسعي الاقتصادي فارس بن جمع الوهيبي مصط ترجمة نانسي قنقر